في هذه المدرسة الرسمية بمنطقة رأس النبع في العاصمة بيروت تعيش عائلات نازحة من الجنوب والضاحية الجنوبية ظروفاً إنسانية صعبة اضطروا لترك منازلهم مع اشتداد القصف الإسرائيلي هم اليوم بأمس الحاجة إلى المساعدات وفي هذا الإطار وصلت المساعدات الإماراتية للتخفيف من حدة المعاناة فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت السباقة في الاستجابة إلى نداء الإنسانية أنا بوجه الرسالة لدولة الإمارات وبشكرها على هذه المساعدات لأنه عم بيساعدونا أكثر وعم بيعطونا أكل أكثر وعم بأمنولنا حاجاتنا نحن ما نتشكرون كثير وإن شاء الله بنرجع عبيتنا ونعمر أحلى كمان بما أنه هلأ الشتاء جاي وما بنعرف قد الأزمة بتطول فنحن كثير بحاجة مثلا السجد بالأرض بسط التياب شطوية للولاد دفيات فهذا كله بحاجة إلهم نحن وشكرا إلهم على المساعدات ودائما إيدهم بيضة الحاجة إلى المساعدات كبيرة هذا ما يؤكد عليه المتطوعون في مراكز الإيواء خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء في أشخاص بقلبي الغرفة بأربطاش في عندك عشرة في عندك أربع بيتراوح يعني فقد ما عم نقدر نلبي عم نقدر نلبي بس اليوم هلأ المساعدات بيخففوا لأنه هلأ عن جد بيكون عباق كبير علينا كخلية نحل تعمل غرفة إدارة الكوارث في محافظة بيروت بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية يسهرون على تأمين حاجيات النازحين بميروت النازحين بحدود الـ 55 ألف طريقة التوزيع عم بتكون للأشخاص باللياد عبر طبعا خلية إدارة الكوارث بمحافظة مدينة بيروت وصلنا كمية والكميات البقية عم بتتوزع على كل لبنان شكرا لقلهم على مد يد المساعدة لأهلهم بلبنان وأخواتهم بلبنان هذا شيء منو جديد على دولة الإمارات العربية المتحدة ومعك يا لبنان هذه كلمة بالنسبة لقلنا كتير كبيرة توزيع المساعدات مستمر ضمن حملة الإمارات معك يا لبنان ليتمكن أكبر عدد من النازحين الذين وصل عددهم إلى المليون ومئتي ألف شخص من الاستفادة منها من الإمارات إلى لبنان مئات الأطنان من المساعدات العينية والإغاثية توزع على النازحين في مراكز الإيواء الأياد البيضاء الإماراتية ترسم ابتسامة على وجوه الأطفال وتعطي أملا جديدا للبنانيين بتجاوز المحنة لخنوات أبوظبي غيدا شبيلي بيروت